اه احنا ما عندناش شيء نخاف منه ان احنا نتكلم عن اوجعنا لان في الحقيقة الكلام عن اوجعنا وحلها هو ده السبيل الوحيد الى ان المجتمعات تتعافى احنا لازم كل واحد لما يجي تكلم واحنا في مراحل تجاوزناها مراحل الكلام عن بعض الاشياء لازم نتكلم عن الوجع زي ما هو ونقدم له حل واقعي حل بنقرأ فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقرأ الكتاب والسنة ونخرج منه ادوات حقيقية حياتية يمكن ان نتعمل فيها عارف ممكن اقولك حاجة اقولك حاجة مهم اقول في بعض الاشياء ربنا بيجري علينا اختبار في اولادنا عشان نتربحنا كمان فاهمين انا بقول ايه على فكرة ممكن يكون ادمان اولادنا في العادة السرية ده عشان احنا في سرنا محتاجين نتغير ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسه عشان كده لازم نكون فاهمين القصة من اولها الاخيرة